احنا مش دولة على فكرة قليلة في المنطقة ولا دولة قليلة في العالم احنا دولة بتستعيد ريادتها وقيادتها لمنطقة والتأثير الحقيقي في الشرق الأوسط دولة بتستعيد إرادتها المستقل لأن أنا قراري من دماغي مش من البيت الابيض ولا من روسيا ولا من هنا ولا من هنا ولا من هنا دولة قرارها مستقل وبتتعامل مع الدول في إطار المصالح المشتركة مش إطار التبعية أي فالرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة احنا بنقول بقى إن المصريين في المشهد الانتخابي أنا باعتبرهم جنود في معركة الوطن زي ما فيه جنود في سينة بيحربوا بإسلاحهم زي ما فيه جنود أمام سنديل الانتخابات بيحربوا بأصواتهم دي حقيقة لازم توصل الرسالة دي الرسالة دي وصلت لإخواتنا في المصريين في الخارج وقد ديهم مشهد أكثر من رائع أكثر من رائع في تحدي وطني رافعين أعلام مصر مبتهجين بهذه الاحتفالية الوطنية جم فيه ناس قطعت 700-800 كيلو عشان تروح تنتقل لمقارة كونسولية أو مقارة سمارة عشانتين تسوطها وفيه ناس مسنة يا فندم وعلى كراسي متحركة وأطفال صغيرة بالرغم من سؤال أحوال الجوية كمان بس يا دكتورة جهانا أنا شفت ماشد في المنطقة الرواعي بإيه اللي كان ديني بلد دي مزروعة في وجدان المصريين أيا كان سيدة في فرنسا جايبة أحفادها وأبناء أحفادها أحفادها 14 و 15 سنة ما عارفش حاجة عن مصر جايباهم عشان يشوفوا أن احنا جايين نعمل كل ده عشان خاطر مصر مش عشان خاطر السيسي وبس يعني أقع مجتنعين بالرئيس عم فرح السيسي إنما يشوفوا بتعلم ولا أهو يدل اللي هم تولدوا في فرنسا وعشوا في فرنسا ومعلومتش علاقة يأكد لك أن المصريين بيربطهم حبل سري بالدولة بالوطن أن يتغرب يروح يجري ورلقوا متل عيش يجري ورى فرصة جديدة حضرتك كنت متوقعة عن نسبة المشاركة دي وبالشكل ده كنت متوقعة فعلا كنت متوقعة ومن أكتر من الأسبوع خليبان حضرتك إحنا أول مرة نشوفها لأنه إحنا دايما نسبة المشاركة وخاصة في الخارج ما بتبقاش كده كل سنة يعني كل فترة آه ده حقيقة على فكرة أن ما أنا أقولك أنا أتوقعتها وتوقعتها مش بقولك داخلية أنا أنا كنت من الأسبوع في لقاء في وكالة أمباع الشاركي الوسط وحينما سئلت قلت البداية كده في كلامي قلت لهم تفاعلوا وخلكم على ثقة وأنا براعين على المصريين وبقول لكم أن خروج المصريين في هذه الانتخابات رغم توقعت البعض غير كده خروج المصريين في هذه الانتخابات سوف يكون أكثر من انتخابات 2014 في الداخل وفي الخارج لأن خروجه من مرة دي خروج الوطن خروج الوطن كل مدرك على فكرة أن مصر لم تمر ومصر ما زالت مهددة بمخاطر ومخططات ومؤامرات تستهدفها وتستهدف شعبها وتستهدف أرضها فدور النهاردة الض양 المصري اللي يروح بسلطه ده أقل حاجة يقدمها أنا عندي ولادنا بيقدموا دمهم في سينة عشان εحنا نبعدين كده وبنتكلم وعادين عايشين وأمينين وأحنا ماشيون في الشوارع وأمينين وأحنا عايشين في بيوتنا ولادنا بيقدموا دمهم في سينة هو احنا أقل من نحنا نتعب نفسينا ونروح ناخد أسارنا وعائلتنا وجرالنا ونروح ندي سلطنا فيه كل مواطن مصر